الأزمة الليبية تهيمن على أروقة الاجتماع السنوي للأمم المتحدة بنيويورك وذلك في الظل المظاهر من التوتر تسيطر على المشهد الليبي مما بات يهدد بالعودة إلى مربع عدم الاستقرار وفي اجتماع لدول جوار ليبيا بنيويورك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على الأهمية التي توليها القاهرة لاستدباب الأوضاع في ليبيا والدور المنوطب دول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأة عن أي تدخلات في الوقت الذي سيطرت فيه الانتخابات وخروج المسلحين الأجانب على مباحثات الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ورئيس المجلس الرئيسي الليبي محمد لمنفي فقد شدد جوتيريش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وضرورة إخراج المسلحين دون إبطاء وفي سياق متصل التقل لمنفي بنيويورك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أكد لرئيس المجلس الرئيسي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا والمضي كدوما في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات والخروج من الأزمة الراهنة وبالرغم من المطالبات الدولية المستمرة بسحب القوات الأجنبية إلا أن تقارير تفيد بأن تركيا تواصل نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا حتى الآن فبحسب المرصد السوري أرسلت أنقرة أكثر من عشرين ألف مسلح سوري إضافة إلى نحو عشرة آلاف متطرف من جنسيات أخرى